كلودي كنت أسأل عن الاحتجاجات أمام مقر البرلمان التي تابعناها قبل قليل على الهواء مباشرة إلى أين وصلت خصوصا مع ورود أنبا بأن أمن البرلمان قام بإبعاد المحتجين نعم المحتجون من العسكر المتقاعد لا يزالون معتصمين هنا في الباحة الخارجية المحيطة بالبرلمان اللبناني وقبل قليل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال وهو أيضا عميد متقاعد موريس سليم خرج من جلسة الموازنة وتحدث إلى العسكريين المتقاعدين المعتصمين وقال لهم إننا حاولنا أن نعطيكم أقصى ما يمكن أعطاؤه في هذه الموازنة حيث تمت مضاعفة الرواتب ثلاث مرات وهذا الأمر سيستمر حتى نهاية هذه السنة أي بعد بضعة أشهر ولكن موازنة العام 2023 سيكون فيها حديث آخر إذ سيتم احتساب الرواتب استنادا إلى التضخم الكبير الذي حصل وبما يعود نوعا ما الخسارة الكبيرة التي حصلت على قيمة العملة الوطنية اللبنانية هذا الأمر لم يلقى صدر إيجابيا لدى العسكريين المتقاعدين سنتحدث إلى المؤهل الأول محمد حمود ليشرح لنا لماذا رفضتم ما تحدث به وزير الدفاع العميد موريس سليم وهو قال أننا أعطيناكم أقصى ما يمكن أن نعطيه من ضمن أوضاع البلد والأزم المالية الخانقة التي تشهدها خزينة لبنان أول شيء بنبارك الخطوة مع علي وزير الدفاع يلي هو عميد متقاعد نزل معنا على الأرض لأنه نحن معنا ضباط ورتباء وأفراد على الأرض متقاعدين لأن كل معنى يعني طبقة الأولى والتانية والتانية ما بفيه لأنه كل معاشاته متدهورة طيب مع علي طلع نحن بنعرف جايين أنه الموازنة اللي يوم تقر آخر الأنباب بتقول أنه حياته سلاسة رواتب سلاسة رواتب نعرف ما بتكفي على الدولار لأنه 1500 إذا بتضربية تقريبا 25% على الليرة اللبنانية فمع علي طلع وقال إسا كمين كيد الدراسة يعني ما فيش سابت نحن بدنا شيء نعرف الجيش مذكرة طلعت من طبقة في قوانين يعني إسا مجلس نيابي ما أعرفين لا الإرادات ولا زيادات ولا المداخيل كلها بكل معنى الكلمة بس نحن بدنا نسأله هالكطاعات بتسرع كل الكطاعات القضاء والنواب والدكاترة الجامعيين أم كلنا بنفس الهواء ثلاثة أساسي راتب هذا بنعرفها لأنه نحن ما طلبنا الأساسي كان مبضوعي يعني بشكل جزء نمرر هالمرحلة هالثلاثة شهور مثل ما بقولي قبل الموازنة 23 أنه تكون على 1500 المعاشات وتضرب ب8 تساوي مع كل الناس يعني بتعمل شوي النعاش بطريقة أنه على 8000 المعامل أول على 38 يعني أصدق التعميم يلي ممكن يصدروا حاكم مصرف لبنان للقضاء أنه بدوا يضرب لهم الرواتب بي على أساس 8000 ليرة بدكون أنه يكون في تساوي مع القضاء صحيح هذا اللي نحن ما طلبنا أنه نحن تساوي مع كل الناس إن كان طبعا عالي ولا طبعا فقيرة كلها بتتساوي وبتكفي حياتها الاجتماعية وزير الدفاع قال أقصى ما يمكن أن نعطيه من ضمن أوضاع البلد يعني يبدو أنه التوجه ليس هكذا شو رح تعملوا ما أقنعكم أبدا أكيد نحن أستاذنا متقاعدين تربينا على المناكب العسكرية وأستاذنا ممشيين في مجال القوانين ونحن عم نضحي لعائلاتنا فنحن هلأ ما ضحينا على الحدود هنضحي هون لأنه واجباتهم يردوا علينا نحن وقت الأمور بدأت تعاعدوا بعرف أنا ما فيني جيب علبة بنادول أو علبة حليب لأولادة فأنا بدي حياتي لأي حياتي فعلينا بها الدنيا خلي بالدنيا علي بس بدي يضحي نحن عم نضحي لأولادنا نحن ما بتنا بالحرب وحنموت هون يعني داسة عمارنا ما أقل متقاعد عمره خمسين سنة وما فوق فهي الأمور لازم ينظروا فيها فنحن وستاتنا أحتياط هلأ يلبونا على الحدود أول ما بالناس وباليش بالأول كنا نروح على الحدود وما نتردع عائلتنا لأنه كنت مأمني بس هلأ إذا بدي روح على الحدود وعائلتي منهم أمني رائبيني بالخدمة الفعلية بيصيروا يتطلعوا بأهلهم صحيح بتصيروا يتردد فلاسف ينظروا بهالوضع أعتصامكم هلأ شو رح تعملوا رح تضلكم موجودين هلأ عم الرائب عم نشوف شو الجلسات اللي عم تكون مع أنه نحن فيه ضرائب هلأ بنا نشوفها المؤزية المؤلمية لقد ما يعطونا ولا شيء يعني واحد بالمليون فهيضا الضرائب هلأ بنا نشوف هذا رائب ظالمي 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 يعني إذا الدولار جبره 15 ألف ليرة لبنانية لن توافقوا والرحل ظلم ظلم ما بقى في حدا يتحرق بي بأي مجال الكهن وخاصة مجال التعليم نحن القادمين لا له مجال التعليم هلأ عم ناس ما فيها تسجل أسازي ما فيها تيجي على المدارد سنويات أنا بقلك أنا رجال رئيس لجنة أهل بسنويات صالة 33 سنين الأسازي نصف أسازي السنويين يتقاضون 3 مليون قدمين السيالتون على البيت راحين يشتغلوا شغل تاني طب لو سمحت يعني أدي تقريبا العسكر المتقاعد عم بتكون معاشاته بالدولار يعني اللي من أدنى لأعلى راتب تقريبا فيه بيبلش تقريبا من 900 ألف 900 ألف يعني ما بيطلعوا 25 دولار 25 دولار فيصل لحد الأعلى الضابط ما بيروح يل بده يحط لبناني ليخذ المئة دولار يعني شيء مؤذي أكتر من هيك ولا فيه وشوف الإزلالة بد المصارف إحنا ما ننسى المصارف المصارف كمان عم يزلون أكتر ما هن يمكن من المعالي الطبع العالي ويلي هن يحق لبنان ووزير المالية بدرجة الأولى لأنه نحن العسكري يطلعوا على الطاقات بيروحوا بيحولونه مسلاته على المصرف بيطلعوا له المبلغ اللي كان في سنة بثلاثة اللي يقضاها لا يعمل شيء مشروع أو يكفي بيته أو يعلموا ليده ما بيعطيهم بالقطارة وبيتمهدل كمان هذه المصارف يجب أن ينزلونها وتكون لإلى يد وزير المالية ويحصبهم ببس أنه نحن نوعب الاعتصام مستمر هنا أمام الباحة الخارجية للبرلمان للعسكريين المتقاعدين التقاهم وزير الدفاع ولكنه لم يقنعهم بما قاله لهم وهم سيواصلون اعتصامهم لعلهم يحصلون على بعض من مطالبهم علما بأن هذه المطالب هي تعكس المعاناة التي يعيشها مجمل اللبنانيين نتيجة الأزمانية الخانقة التي تسود لبنان بالإضافة إلى هذا الاحتجاج كلودي ما الصعوبات التي يواجهها إقرار قانون الموازنة العامة بالنظر إلى مواقف الأحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان ورأينا أنه حصلت مشادات بين عدد من النواب في جلسات سابقة على عدد أو بعض بنود هذا القانون كنت أسأل عن فرص إقرار القانون كنت أسأل كلودي ما فرص إقرار قانون الموازنة العامة خصوصا وأنه يتم ناقشته خلال أيام ماضية وكانت هناك جلسات وحصلت مشادات بين النواب حول بعض بنود هذا القبل نعم هذا الاعتراض هو لا يزال مستمرا من قبل نواب المعارضة هناك نواب في المعارضة في الكتل النيابية المعروفة بمعارضتها للسلطة أكدوا أنهم لن يقروا الموازنة وسيعترضون وسيسجلون اعتراضهم على هذه الموازنة ولكن رئيس حكومة تصريك العمال بالتنسيق مع رئيس البرلمان هو يريد إقرار هذه الموازنة ليوجه رسالة بأن حكومته هي جادة في إقرار ما يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بأن تأتخذ بعض الحطوات التشريعية التي تعيد الثقة إليها من قبل المجتمع الدولي ومن قبل صندوق النقد الدولي لأنه حتى الآن لم يتم إقرار أي خطوة تؤكد جدية الحكومة في إقرار الخطوات الإصلاحية وكانت في لبنان قبل أيام قليلة بعثة من الصندوق أكدت أن المضيب الإصلاحات بطيء وبطيء جدا لذا يريد الرئيس ميكاتي إقرار هذه الموازنة للانتقال إلى مرحلة أخرى ولكن هل سيستطيع ذلك الشارع ملتهد بحال إقرار الدولار الجمركي ستزداد الاعتراضات وبحال إقرار أيضا ثلاث رواتب لموظفي القطاع العام سيزيد التضخم الأمور نحن في دائرة مبرغة من الأزمة المالية شكرا لك من بيروت مراسلة الغاتي كلودي أبي حنة